في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء مالية منطقة اليورو للبحث في تفاصيل تعزيز صندوق الإنقاذ لمنع انتقال أزمة الديون السيادية إلى أسواق السندات ضغطت الولايات المتحدة للتحرك السريع على احتواء الأزمة وهي الضغوط التي استقبلها مسؤولون أوروبيون بالتأكيد على جدية منطقة اليورو في مواجهة المشكلة الحالية نواجه تحدي مشترك يفرض علينا خلق مزيد من فرص العمل وزيادة النمو مع السيطرة على أزمة الديون الجميع يعلم أنها ليست مهمة سهلة وقد قطعنا شوطا طويلا في أوروبا لمعالجة أسباب وأعراض هذه الأزمة ونعمل الآن على تجديد الإدارة الاقتصادية للتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو من خلال وضع قواعد أكثر سرامة لضمان سياسات مالية سليمة ومعالجة الاختلالات الضغوط على أوروبا لم تتوقف فقط على الولايات المتحدة بل شاملت أيضا وكالات التصنيف العالمية التي حذر بعضها من تخفيض تصنيف الدين السنوي لعدد من البنوك الأوروبية بسبب المخاوف من عجز كبير في السيولة قد يواجه حكومات أوروبية على خلفية أزمة الديون ترجمة نانسي قنقر